اهلا بكم من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث عقدت بالعاصمة التركية أنقرة اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة السادسة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء التركي المشرف على القطاع المالي والاقتصادي محمد شمشيك وتم خلال الاجتماعات التأكيد على تطابق رؤى ووجهات نظر الجانبين البحريني والتركي حيال دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مملكة البحرين وتركيا وزيادة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وفي هذا الإطار مشاهدين تم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية ففيما يتعلق بالتبادل التجاري تم التأكيد على وجود آفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك والترحيب باتفاق التعاون الذي وقع في شهر مارس من العام الماضي بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية التركية وكذلك بنعقاد مجلس الأعمال البحريني التركي المشترك على هامش أعمال اللجنة عقدنا لقاءا مثمرا مع الوفد البحريني ونحن نسعى إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون ونثمن الدورة البحريني في هذا الصدد وسنبدأ خلال الشهر الجاري المباحثات التقنية المتعلقة بهذا الموضوع في خبر آخر فتح مجلس المناقصات والمزايدات جلسته الأسبوعية بـ 145 عطاء لـ 30 مناقصة تابعة لـ 17 جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 15 مليون دينار وقد أظهرت بياناته مجلس المناقصات والمزايدات طرح هيئة الكهرباء والماء مناقصة لتشغيل مركز اتصالات إدارة علاقة العملاء في الهيئة حيث تنافس على المناقصة شركتان وتقدم بأقل العطاءات شركة إنفايت بعطاء بلغت قيمته 1.817 مليون دينار وتقدمت إدارة المخازن المركزية بخمس مناقصات شملت محطات فرعية ومحاولات كهربائية ولوحة التوزيع وتوفير قطع غيار سمنز وذلك لمحطة الرفاع لإنتاج الكهرباء ومحاولات كهربائية كما طرحت شركة نفط البحرين بابكو ثلاث مناقصات تضمنت شراء صفائح فولاذية وهندسة وشراء المواد وإنشاء نظام تقنية المياه في محطة مضخات الضغط العالي مشاهدينا سجلت جلسة المناقصات هذا الأسبوع أيضا طرح شركة طيران الخليج لمناقصتين شملت شراء قطع غيار ومعدات الأسطول طائرات البوينغ 787 والتأمين الصحي لموظفي شركة طيران الخليج في حين تقدمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات بمناقصتين شملت توسعة محطة توبلي للصرف الصحي والخدمات الاستشارية الاحتياطية لمشاريع إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي ونستعرض وإياكم الآن مشاهدين الأداء الأسبوعي لبورصة البحرين في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 22 مليون 749 ألفا و315 سهما ووحدة وقد بلغ إجبالي الأوراق المالية أربع ملايين وواحد وستون ألفا ومائتين واثنين وستين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 356 صفقة وتداول المستثمرين خلال هذا الأسبوع أسهم عشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم إحدى عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات الأخرى بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين ومائتين وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وعشرة دنانير بحرينية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة سبعمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وسبعة وثمانين دينارا بحرينيا وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها سبعة عشر ألفا وخمسمائة دينار من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع في حين بلغت الكمية مائة وخمسة وسبعين ألف وحدة تم تنفيذها من خلال ثلاث سفقات والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر